السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة تعليم Vue.js Framework سنتحدث في هذا الدرس عن الـ Input من نوع Checkbox ويوجد طريقتين لاستخدام هذا الـ Input إما أن يتم استخدامه لوضع قيمة Boolean فيه فيكون القيمة إما True أو False أو أن يتم استخدامه لاختيار متعدد فيتم اختيار أكثر من قيمة ويتم تجميعها في مصفوفة كما سنرى في هذا الدرس فسأنتقل الآن للكود الموجود لدينا هنا وسأقوم بوضع سطرين فاصلين ثم سأقوم بكتابة Input بشكل مشابه سأقوم بنسخ الـ Input Radio الموجود لديه هنا وسأقوم بكتابة لدينا هنا Input Type Checkbox أولا Checkbox بهذا الشكل ولدينا Checkbox One ولدينا إذن Value سأقوم بحسفها هنا وهنا لدينا إذن سأقوم بكتابة Checkbox One مثلا في الموديل وهنا سأقوم بتعريفه بهذا الشكل وافتراضيا سأقوم بوضع القيمة false بداخله طبعا هنا في الـ Label يجب أن يكون الـ For هو نفس الـ ID وهنا أيضا سأقوم بتسمية الـ Label لـ Checkbox One بهذا الشكل الآن في حال انتقلت للمتصفح وضغطت على زر التحديث ثم انتقلنا للمتغيرات الموجودة لدينا هنا نلاحظ لدينا Checkbox One يحتوي على القيمة False في حال قمنا بالضغط على الـ Label هنا نلاحظ يتم التعديل لـ True في حال ضغطنا مرة أخرى يعود لـ False كما نلاحظ بهذا الشكل وسننتقل الآن لأشكل الآخر لإستخدام Input Checkbox مثلا سأقوم بوضع بوضع خطين فاصلين بهذا الشكل ثم مرة أخرى هنا سأقوم بوضع بـ R بهذا الشكل وسأقوم بتسمية لدينا هنا مثلا For Checkbox Two مثلا ثم One مثلا بهذا الشكل على سبيل المثال وهنا مثلا To Two مجرد مثلا طبعا وسنقوم بربط هذين Inputين بموديل باسم Checkbox Two بهذا الشكل وطبعا هو عبارة عن مصفوفة طبعا لدينا تعديل اللابل تقريبا كأن نقوم بتركه بهذا الشكل Checkbox One Two Checkbox Two Two بهذا الشكل فحال ضغطنا الآن على زر التحديث كما نلاحظ لدينا الآن هنا مصفوفة فارغة في حال اخترنا أول خيار نلاحظ يتم إضافة طبعا هنا أنا كان علي إضافة Value سأقوم بإضافة Value هنا One بهذا الشكل وهنا Value Two سأضغط على زر التحديث الآن في حال اخترت كما نلاحظ لدي القيمة الأولى هي One لدي القيمة الثانية أصبحت لدي Two في حال الغيت أحدها كما نلاحظ يتم الغاء وأيضا بإمكاننا وضع خيار افتراضي مثلا ضمن هذه المصفوفة في حال قمنا بإضافة One فالفاصل Two فهي سيتم تحديد إذن كل الإمبوتين سأضغط الآن على زر التحديث إذن كما نلاحظ الآن كلاهما مفعالين بشكل افتراضي طبعا إذن بهذا الشكل نكون انتهينا من شرح الـ ونلاحظ الاختلاف بين الطريقة الأولى والثانية في الطريقة الأولى لا يوجد لدينا Value لأن Value ستكون True أو False وفي الطريقة الثانية يوجد لكل إمبوت من نوع Checkbox يوجد له Value ليتم إضافتها للمصفوفة المرتبطة بهذه الإمبوتات وأيضا نلاحظ أن نوع المتغير هنا لدينا Boolean وهنا من نوع مصفوفة وبهذا الشكل إذن نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته